يبدو أن طبول المعارك ستقرع مجددا في ليبيا مع اقتراب انتهاء المدة المحددة بغد لاستسلام فلول كتائب القذافي في معاقلها الثلاثة المتبقية بمدن سيرت وسبها وبن الوليد مدن قد تشهد معارك ليبيا الأخيرة بعد أن وصلت المفاوضات بين الثوار وقوات القذافي إلى طريق مسدود كما يؤكد هذا المقاتل المنضوي تحت لواء الثوار تضييق الخناق على القذافي ونظامه لم يتوقف فقط داخله بحيث أصدر الانتربول الدولي اليوم مذكرة اعتقال في حق العقيد وابنه سيف الإسلام ومدير مخابرات عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يأتي هذا في وقت أشرت فيه مصادر أمنية إلى وصول مجموعة جديدة من مسؤول الزائم الليبي إلى دولة النيجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر